طيب هسهلها لك هسهلها لك ما تجي نلعب مع بعض لعبة ونتخيل هو زيزو لو كانت باع بخمسة ونص ستة مليون دولار كان الزمالك ممكن يعمل فرقة عاملة ازاي لو زيزو مشي أو استفاد من الرقم بتاع زيزو ده تعال اقول لك ده تصور تخيلي يعني الارقام اللي محطوطة في الجدول ده هي تخيولية دي بقى ارقام المفاوض بتاع الزمالك لو كان دخل في اللاعبين دول هيدفع أكتر هيدفع أقل بس احنا حطينا متوسط متوسط يعني زيزو كان هيروح لليوم السعودي بخمسة مليون دولار يعني حوالي متين وخمسين مليون واقول لك كمان تلاتة مليون عشان كانت الصفقة ممكن توصل لستة مليون بس خلينا نلعب في المتين وخمسين مليون جنيه متين وخمسين مليون جنيه دول كانوا ممكن يجبولك مين كانوا ممكن يجبولك أشرف بن شرقي ليفت وينج جامد جدا جونس النجويم ليفت باك جامد جدا اسامة جلال قلب ادفع جامد جدا محمود جياد لعب وسط مبشر جدا محمد حمدي زير ايسر انبي لعب جيد جدا رمضان صبحي جنيه بتتكلم تقريبا الزمالك كان ممكن يفوق نفسه بدول لو كان زيزو مشي او اتباع فكرة وانا هنا لألوم على جمهور نادي الزمالك ولو هلوم هلوم على المسؤولين في نادي الزمالك يا سيدي اطلع اشرح اشرح وما تقلقش اشرح الوضع الجمهور الزمالك لا حق انك تشرح له مانا بشوالك باره تاخد القرار وهو ده اللي عندي والجمهور الزمالك مليش دعوة بيه اشرح له وضح له قلق الله لو بعت زيزو هادر يجيب اربع خمس لعيبة مهمين جدا مهمين جدا بدل ما انا باعتمد على زيزو بقالي ثلاث سنين باعتمد على لاعب واحد بقالي ثلاث سنين وبالمناسبة عشان زيزو لوحده انت بتجيب كونفدرالية بس لو معاك فرقة ممكن تجيب بطلات اكتر انت انت طول الوقت معتبدا على زيزو اه فرحام بزيزو انه بيقدم افضل مستوى ممكن في كل المباراة تقريبا بس الفريق فين؟ معزيزو رائع مش بقول ان زيزو مش جماعي انا بقول ان زيزو دايما متقلق رائع مميز وبيساعد الفرقة جدا بس بقى الفرقة اقل من زيزو بكتير لو زيزو ده بياخد رقم عشرة عشرة من عشرة طول الوقت وبقى الفريق بياخد اربعة وخمسة من عشرة لا انا هماشي زيزو اللي بياخد عشرة من عشرة واجيب اربع خمس لعيبة بياخدوا تمانية من عشرة هيبقى حسن لي انت فاهم القياس بيبعمل ازاي؟ فاهم تكوين الفريق بيبعمل ازاي؟ كل الكلام ده ما بتشرحش الجماعيين النادي الزمالك فبطبيعة الحال بتقولك ايه لا يا بشر سيب لي زيزو انا انضمن انت هتجيب لي من غير زيزو لا سيب لي زيزو انا عايزه وانا ما باخدش فلوس في جيبي سيب زيزو بس الفريق كله بيعانش النادي بيعانش النادي محتاج فلوس دي نقطة والنقطة اللي جاية دي اتمنى تتفهم صح اتمنى وارجوكم تتفهم صح وهقولها وريزا الله انا عارف ان الدماغ بتروح فين بس هقولها وخلاص ظروف الزمالك دلوقتي غير ظروف الاهلي فاللي بيعملوا الاهلي مش المفروض يعملوا الزمالك الزمالك مش المفروض يمشي ورا اللي بيعملوا الاهلي عشان استقرار الاهلي الاداري واستقراره الفني ونجحته في الفترة الاخيرة ومعندوش مشاكل مالية مخلياه في صفقاته او افكاره او خططه يبقى له اسلوم معين انا هشتري اعلى قوالتي ان انا دلوقتي رايح كسر العالم الاندية فانا محتاج ازود الفريق بأسماء اكبر واكبر انت كنادي الزمالك لسه بتتنفس يعني ايه يعني انت كنت في حالة مرضية بسبب الازمات المالية الكبيرة اللي مالوش علاقة بيها ادارة الزمالك الحالية فانت بتحاول تصطفيق صح كده؟ ده بقى ادارة مختلف ان انا هشتري لعيبة مثلا صغيرة في السن اشتري لعيبة بأسعار قليلة بس ادور بشكل اكتر شوية من الطريقة اللي بيدور بها النادي الاهلي يعني لو الاهلي بيدور على الاسماء الكبيرة بس فانت عندك فرصة تدور على اسماء كتير اكتر بكتير ممكن ما تبقش نفس الحج بس تدور على اسماء كتير تبقى مفاجأة وتقدر تستسمر فيها في المدى القصير والمدى البعيد وتستفيد منها فنيا تبدأ تشتغل بأسلوم مختلف كل ده انا لو مكانك في ادارة نادي الزمالك هطلع اشرحه للجمهور ووضحه بشكل ووضح جدا عشان ما نخشش سبق انا مش جاهز فيه او كاعز ليه في نادي الزمالك بعد سنة سنتين لو عملت التأسيس الصح ممكن انت تبقى في مكانة تخليك تمشي زي الاهلي او تمشي بطريقة افضل براحتك بقى ساعتها بس ما تبقاش باصص للمنافسة دلوقتي عشان ظروفها غير ظروفه في الفترة الحالية ان الله اقارن زمالك واهلي تاريخيا يبقى الزمالك نادي كبير ويبقى النادي الاهلي نادي كبير بتكلم في الظروف الحالية بس اتمنى تكون الجمء او الحكاية دي واتحت بالنسبة لحضراتكم وتاخدوها بالهدوء ده يعني